مرحباً شف أهلاً جاهز التحدي اليوم؟ زي ما تعد مطبخ شف كل يوم بيجمع الأمهات عشان يشاركوا أسرارهم وخبراتهم واليوم هو دارك عشان تحضر واحدة من هالوصفات بس بلمسة جديدة أول شيء لف العجلة عشان تختار الوصفة والآن خلونا نكشف عن المكون السري بالوصفة لأننا ما نبغى التحدي يكون مرة سهل قرفة أول شيء نحمص شوية من اللوز المبشور باستخدام الزبدة طبعاً وعلى جنب نسوي الكريمة حقتنا باستخدام كريمة بوك ونضيف شوية من سكر البودرة عشان يعطينا شوية حلاوة ونضيف على شوية شوية شتى الإسبريسو والحين نبدأ بالمرحلة الأخيرة من الكيك نجيب أي سبونج إحنا سوناها سبونج كيك ونضيف له الكريمة طبعاً بقول لكم سير كريمة الخف تضفي سلاسف الطعام ونكهة جميلة لأي طبق حلا إحنا بنسويه ونضيف شوية من المكسرات طبعاً أي مكسرات إحنا نحبها وبرضو أي نوع من أنواع الفواكه اللي موجود أو اللي إحنا نحبه أنا بستخدم كيوي اليوم ونضيف الطبقة الثانية وبالأخير نضبط ديكوريشن شوية باللوز المحمص والآن نضيف المكون السري اللي هو القرفة طبعاً القرفة تأطي منظر حلو وبعد بالطعم لأي حلا إحنا نسويه والآن نقدر نقول لكم بالصحة والعب